بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي النهاردة مع آخر امتحان وده امتحان نموذج متوقع لامتحان السنوية العامة بالنسبة للغة الفرنسية خلي بالك معايا دلوقتي بالنسبة للوسيقة الأولى طبعا زي ما احنا عارفين امتحان بيبعى عبارة عن وسيقتين قطعتين اتنين قطعة الأولى من ست درجات والتانية من ست درجات هنبدأ دلوقتي بالقطعة الأولى بينوان دون لكور دو ليسي في فناء المدرسة ميسيو دوكلاس بيولي بقى مدام سي كارت وفوز اللي على كافاتيريا هل تذهبين إلى الكافاتيريا مدام سي كارت قالت نو ميسيو دوكلاس لا جيني منجي با آميدي أنا لا أأكل وقت الظاهرة جيفي على بيسين أنا أزاب إلى حمام السباحة ميسيو دوكلاس بيولي بقى آميدي بقى مدام سي كارت الفوتبول على تلفزيون انا اشاهد مباراة كرة القدم في التلفزيون موى مي ولكن جي في بيان لا كوزين ولكن انا اطبخ بشكل جيد اذا هل تتناول العشاء مع الاسرة مادام سي كارد ايتلوي شاك سوار كل مساء بيل الساعة تمانية بالضبط كل الاسرة يجب ان تكون على طابل على المائدة من ماري زوجي مي دو فيس ابني ولدين اثنين اموة وانا هنا ميسيو دوكلوس بولاقي فو نيسورتي جامي بوردينار لا تخرجي ابدا من اجل العشاء هنا مادام سي كارد قالت مي سي بلا مي زين فان ادور لو ريستو كاتر سيزون اطفالي يعشقون المطعم اللي هو الفصول الاربعة ده اسم المطعم اولير انيفرسير يوم عيد ميلادهم نو برينون لابواتير نحن ناخذ السيارة بور اي قال لي لكي نزب له هناك سي شير المطعم ده غالي مي فورميدابل ولكنه مدهش ده بالنسبة للوثيقة جماعة الوثيقة دي كان عبارة عن حوار مده مبين مسيو دوكلوس ومدام سي كارد في فناء المدرسة سؤالوا لاني مدام سي كارد اي مسيو دوبوا سي رنكونتر هنا يتقابلون هنا يتقابلون فين باء على بيسين او ريستورانت على كور دوليسي على كافاتيريا هنا الإجابة على كور دوليسي في فناء المدرسة هنا المفروض بدل دوبوا ده اسم الشخص الثاني اللي هو دوكلوس رقم اثنين مدام سي كارد او دوبوا عندها بنتين ولا دوبوا ولدين هي دي الإجابة الصح أما عن فيس ايم في ولد وبنت دوز اثنين من الأولاد طبعا الإجابة هنا وضحيطة بأن عندها دوبوا تلاتة مسيو دوبوا ايم فير بيحب يامل ايه دو فتبول يمارس كرة القدم دولانة السوسبعة دي فيلم لا كوزين طبعا بيحب الطبيق هويته هي الطبيق رقم اربع او ريستو كاتر سيزون في مطعم الفصول اربع لريباسون موفي سيئة مش رديئة شير غالية اما هوريول طبعا بشع خمسة نورمال معادة مدام سي كارد بروند لودينر آفنت اير بتتعش بين ساعة تمانية مساء على بيسين في الحمام السباحة ورستورانت في المطعم شيئة اللي عندها في البيت على كافاتيريا لا مدام سي كارد في لا كوزين بتطبخ دولانة سيون تمارس السباحة لا بيسين دول فوتبول طبعا في دولانة سيون تمارس السباحة في ال ايه 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 في حمام السباحة الوثيقة التانية الاسورتي دوبريو عند الخروج من المكتب تي يو وكلير عاملين مع بعض حوار تي يو بول ايه اخيرا سيفون دريدي النهاردة جمعة اخيرا الجمعة لا سومان ايفيني الاسبوع انتهى على اساس الاسبوع بيبدأ عندهم بقى لجازة بتاعتهم من السبت الحد كسكتي فيه سيسوار ماذا تفعل هذا المساء والمقصود بسيسوار ده يوم الجمعة بالليل تي سور انت هتخرج كلير قال له سيسوار النهاردة بالليل جيدور انا نام جي سوي فتيجي انا مرهق تعبان تي قال له ايدو من وغدا اللي هو السبت يعني كلير قال سمدي السبت جي دور اوسيا نام ايضا اول اذا اكاتور زير الساعة اثنين بعض الدور جي في قال لي على فير مدوم فرير سوف اذهب الى مزرعة اخي جي في ايري ستيتر وزير هاعد ناك لمدة ثلاث ساعت اي ابر وبعد كده جي في فير لي كورس سوف اذهب للتسوق تي قال لألور اذا تي بو أبر تدول ابيان تستطيع ان تحضر لحمة ايدي برودويل تيير ومنتجات الالبان دول افير من المزرعة جي هنا كوني صان جي كوني اه كوني كو تي جي كوني انا اعرف طبعا دي متكرر يا جماعة يبقى دي كلاتي تشط بكد بولو انا اعلم كوني تنفرير بان اخوك اقام بتي مجازان عنده محل صغير لا هناك لأكوزين بالنسبة للطبيخ اذن فو بريني لو دينار اون فامي اتتعش مع الاسرة كلير قال لأي اي جي ابورت او سي دي وانا احضر ايضا البيت تي قال ايه دماش طب يوم الحد كلير قال لأي جين سبا معرفش لابيسين ممكن حمام السباحة بيوتاتر ايه طوو انت كومون تي بابا سي لويك ان هتقضي يوم العطلة ازاي تي قال ايه توجور دي سبور يعني دائما العب رياضية سميد السبت دو رجبي بلعب رجبي ويوم الحد ركوب دراجات الاماكن اللي الوعرة السؤال الاولان بقى سي ديالوج هذا هنا سي ديالوج سو باس طبعا فحش سي ديالوج كده هدي بقى سو ديالوج هذا الحوار سو باس بيحدث لويك ان يوم العطلة لجودي الخميس لي مون دري دي طبعا يوم الجمعة لو دي منش رقم تمانية سو سو هذا المساء كلير فا هيروح فين فيرلي كورس هيتسو اللي الافيرم اللي الابيسين سي كوش تو سو سو هذا المساء يبقى لسه اينام اينام بادري لو المقصود بمساء الجمعة تسعة دومان غدا كلير فا كتي لافيرم هيغادر المزرعة الساعة كام الساعة خمس ليه لان هيروح الساعة اثنين اول يروح الساعة اثنين ويقعد هناك ثلاث ساعات اذا هيتقنل حد الساعة 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 خمس وكلمة سوف يغادر المزرعة يسيب ويمشي اما الساعة اثنين هيدا اللي هيروح فيها دون لا مات ينفس فيه فترة الصباحية اما يدو هتظاهر لا رقم كليير فا سوف يحضر دون يجب خضار ولا دون لبن ولا دون بولي فراخ طبعا دون اللي اللي هو اللبن قريبنا منين ان هو يحضر معه اللبن اهو تقدر تحضر لحمة وبردوية لتير ومنتجات الالبان لوفرير دون كليير عنده محل فكة ولا جار دي زانمو بيربي حيوانات ولا ترافاي او بيريو يشتغل في المكتب ولا اوان مجازان بيتمو عنده محل ملابس طبعا وعنده مزرع يزان بيربي الحيوانات 12 ساميد يوم السبت هنا يسافر إلى القرية يمارس رياضة مائية يركب دراجة يمارس دي صح ليه لأن الكلام ده يوم السبت ونشوف كده أو تي يقول السبت أول بقية يلعب دو رجبي والرجبي دي مرياضة جماعية اللي هي في أنسبور كولكتيف سبت ونجد المواقف سؤال 13 سبت سبت سأل دو دو كرير فطر شامبر أنت صغر فيتك ودي تقول إيه لأن كوزينير في مطبخ من فش مطبخ في القوضة لأن دوش في دوش لأن أرموار في دولاب دي صح دي اللي موجودة في الغرفة بتاع الشامبر يلعب لأن صالون في صالون لا 14 فو دي ماندي أن تتسأل صديق برانسي كمون أم بي اللي أو ميزي عن كيفية تذهب للمتحف بتاع اللوفر الودي هنا بيسأل عن كيفية بعض وسيلة المواصلات هنا أم زر 11 بار لومتر دي صح أم فا كنس في الأجازة إلي فرمي لو دي منش أفل الحد لا 15 فو نكسيب تيبا أنت لا تقبل اقتراح من صديق فو دي انت مش هاتفل يعني هترفض هتقوله بي هنصير أكيد إنها فكرة جيدة داكور موافق جي بي في نير هاجي جي ري جريت جي سوي فاتي جي جي ري جريت أنا آسف أنا مرهب دي صح أفجران بليزير بكل سرور لا 16 لومتسن الطبيب فو دي ماند يسألك كليب فو دي ماند مشكلتك إيه الطبيب يسألك عندك إيه انت هتقوله جونسي بمعرفش بألعب أو أعزف أبيانو جي مال آميزوري هي دي عندي ألم فوداني أما جي سوي نيل عن دي سال أنا ساي في الرس إلى مال أوزو هو عنده ألم بكلمش عن هو لما تكلم عن نفسي 17 بوردي من دي أنا مين كي تسأل صديق لابروبيسيون عن مهنة والده هتقوله إيه كيف يعمل والدك دي صح أما دوكال أريجيم من أي أصل يكون والدك من أين يأتي والدك والدك يذهب إلى عمل إزاي تسأل زميل سو أبي عن رأيه سو لابيون في الطيارة أنت هتقوله إيه كون دقريب لابيون متى تصل الطيارة الطائرة أو أون لبروند من أين نركبوها لابيون كون بون سو إيه رأيك فيها صح كون دي ريزير في لابيون متى تحجز للطائرة طبعا لا نجي بعد سؤال قواعد نخلي بلنا عندنا 11 جملة قواعد 9 منهم كل واحدة بدرجة وفي جملتين كل واحدة بدرجتين إذا مجموهم 13 درجة السؤال الأول نوز لون ش خلي بالنا هنا الفاعل اللي بيبقى نو صفات الملكية بتاعتها يأما نطر يأما نو بنشوف الكلمة اللي بعد النقط هنا جمع يبقى إذا ناخد نو اللي هي رقم بي يبقى نحن نذهب عند عمنا ماشي مع والدينا رقم 20 منفرير في نقط بوكس عندنا لابيون بفير لو جيب عدو اللي هي الأنشطة أما دي يولي المذكر دي الجام هده إيه للناخ 21 إيه المانجي بوكس دفر و ده سؤال هل هو بيأكل فكه كتير و إيه النقط مانجي بوكس لما نلاقي ظرف كمية هنا أو عدد بيأكل على طول يبقى بيأكل من الكسير 22 تيفا بروندر ست تارت هل تأخد هذه الطرطة هنا نو جيني في نو بروندر جيني في بيرسون مش اخد شخص جيني في ريان بروندر مش اخد حاجة ايدي صح جيني في بلو بروندر لم أقعد أخذ انكور دي في الاسبات لا تمشيش 23 تين با لغتو عايز أقول لماذا لا تحب لغتو من فاش او اين انت لا تحب ولا من ولا ماذا 24 نو نو باتي سيري بور اش تي دي جاتو يبقى هنا على على باتي سيري لان هذا طبعا مكان يعني نذهب الى محل الحلويات الى محل الحلويات طبعا هذا مبارد مؤنس اما شي عايز عاقل بعدها طبعا ما دي مفعش 25 جين بو كو انا بحب اكتيفيتي هذا النشاط والنشاط ده مفرد مؤنس بناخد له 6 يبقى دول اسمه مصبات اشارة الاولانية سو يأتي بعدها اسم مفرد مذكر بادي بحر ساكن 6 يأتي بعدها اسم مفرد مذكر بادي بحر متحرك 6 للمفرد المؤنس حتى لو بادي بحر متحرك 6 بمعنى انه او انها 26 انا شايف ان البدلة بتاعتك بيل بيل دي صفة وقبل الصفة بناخد قبلها تري تري بيل جميلة جدا 27 لسومان درنير اسبوع الماضي بقى ماضي مركب على طول نونو اتا الیکساندري الماضي المركب بيكون من ايه من اطر او افوار زي دي اس مفعول فعندنا الاولى مضارع والتانية دي مستقبل ما تنفعش بقى عندي رقم سي ورقم دي هنا نو علي اخد صم اللي اما منفعش الاخيرة لان دي عايزة قبلها عايزة ال خلاص ابقى خدنا صم اللي اه الیکساندري 28 الامير دي اصنفيس الامر بتقول للي ابنها اذا بتقضو ضمير تي ني نعت وفعل يزو ضميرين ومن في يبقى ناخد نو تي كوشبا اللي هي الاولى فعل مصرر مع تي ني تي كوشبا اقترد يبقى هنا فعل زود اميرين امر ومن في بتبقى تي قبل الفيرب اما لو مزبت كنا خدنا كوشتوا يعني مفيش ني ولا بايع 29 تي ام نقط يأور انت بتحب بفيرب امي من افعال ميول بيأتي بعدها ادوات هل انت تحب الزبادي بنجي على الاسئلة المقالية من 6 درجات اليميل من 3 والموضوع من 3 بينها الصاليب انزل زي ما هي منساش كسكتي بريفير كوم دي سير ماذا تحب تفضل كتحلية يعني ممكن تقول بريفير لاجلاس محب الايس كريم ممكن تقول بريفير لجاتو زي ما انت عايز يعني طب كالبواصون اي مشروبات تشتريها جي عشد جي دورانش انا بشتري عصير برتقال او تشتري اي اي عصائر او مشروبات ممكن تقول جي عشد دو اشتري مثلا مية وغيره شاو بنجي على الموضوع بقولك اكتب ايميل الى صديق لكي تحدثه عن وسيلة المواصلات المفضلة بالنسبة لك فعندنا بقول صالي يعني مرحبا علشان دا ايميل دون مون باي في بلدنا اليابو كودو موين دو ترانسبور يوكسير من وسائل المواصلات كم مثلا لو مترو المترو لو بيس لو تو بيس لو تاكسي لو تران الى اخره ميجي بريفير لو مترو ولكن انا بفضل المترو كار الى ربيد لانه سريع ايم وان شير ورخيص وكده ازائي طلبت وطلبات الصف الثالث السنوي انتهينا من حل نموذج امتحان متوقع ومهم جدا قبل الامتحان بيوم اتمنى لكم التوفيق وعايزكو تحل كويس وانحقق ان شاء الله الدرجات النهائية بس قبل الامتحان عايزكو تراجعوا طول النهار في كتاب بوكلت برافو انحالي الاربع وستين امتحان كاملة وفيهم طبعا جميع الاسئلة المقالية محلولة فتراجعوا عليهم على السريع كده وربنا وفاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته